وما تدائقوش لما اراركم الرقم 63 مليار جنيه رقم الضبط 62 920 مليون 62 920 مليون عربيات وجرارات ومش عارف ايه وموتسيكلات وعوة بتاعة قدي الفلوس احنا بنتكلم عليه نجي الفلوس هو انا النهاردة مجلس النواب مجلس النواب اللي عملين يتخانق نتخانق ومين يعمل ايه ومين يسوي ايه اعمل ده اعمل ده مش هقزي حد انا مش بقول اقزي حد ولا في الحاج ولا في الشركات لا خالص ولا مصانع ولا غيرها بس لازم اشوف حل لازم اشوف حل من المبلغ ده نتكلم على 200 مليار تقريبا 200 مليار احنا في عرض مليار النهاردة الفلوس دي نوفرها اذا انا عندي المنتج المصري اذا عندي البديل بتاعه وفي منتج ازي انا بصدر انت بتروح دول دلوقت النهاردة وعاصمه اكبر محلات في اوروبا بتلاقي مصنوق في مصر نعم انا بقولك اهو صنع هنا بيتشري من برة هنا تابنوا 200 ربعمائة ولا 2000 مفيش المتين 2000 ولا بتاعه شوفوا هناك طبعا يبقى قد ايه ده يا مصريين ارجو الحكومة تبحث هذا الامر عندي منتج بديل وموجود مش هجيبه مش هموت عشان لو مجيبتوش اللي هوضط وكلاب مش هيموتو هنأكلهم برضو والناس اللي عندهم يأكلوهم مش لازم استورد ب140-150 مليون مش لازم اجيب اخذية حوانات بـ 10 مليار هو انا ايه بقين ايه يعني مصر بقت ايه بصوا في الارقام ارقام رهيبة على فكرة تلات تربع لحاجات انا تلات تربعها اهو عشان بولش كلها تلات تربع لحاجات دي استغنى عنها الصبح بيطلع مجلس النواب كده وان شاء الله يناقشوا ايه الحاجات اه كذا الغي اجل اعمل الكلام ده كله وانشغل الناق واحنا بطالع عندنا لإيه هو انا لما اعمل هنا مصنعي وشركاتي وشغلي ما بوفر عمالة يبقوا عمالة من عندي والناس اللي قاعد علىها ويشتغلوا والمصنع اللي قافلة تفتح ما هو ده اذا الدول عاملة كده طب انا بعمل ليه وانا اذا بستورد كل ده ما من حق طبعا الشركات يقول لك بقفل ما شغل مصانع وشغل الشركات واقفل الحاجات طالما عندي وانا اعمل مصنع ليه في مصر عشان اجيبه من برا ولا اقفل اللي برا ده مش عايزه عشان مصنعي وابني بلدي يشتغل هو انا هدعم الاقتصاد التركي ان شاء الله يتولى على الاقتصاد التركي انا مالي بايه اقتصاد قطري يولى على الاقتصاد القطر انا مالي بايه انا عايزة انقذ بلدي واقتصاد بلدي ورجال اعمال بلدي ومستثمرين بلدي وشباب بلدي واهل بلدي وشعبي اعفل الكلام ده نقفلوا يا جماعة سنتين تلات سنين والله ما هنموت ولا حد هيموت على فكرة لو عملنا ده محدش هيموت يعني معا تليفون ممكن يستنى سنتين كمان تليفون اللي معاك يوعد سنتين كو يستنى حلوين قوي وبغيروا هالتليفون جديد يا سيدي مش لازم اغير تليفون كل يوم ده في ناس ب ربنا يزيد ويكرم بس انا بتكلم على الحالة اللي احنا فيها بلدنا اولى بالكلام والله العظيم بلدنا اولى ابدأ لو انا بقى ببص على مصحة البلد ابدأ من هنا اهي مصحة البلد اهيه ده فيه كمان حاجات تانية مستفزة انا مش عايز اعراركوا كل شوية حاجات مستفزة تحف ومش عارف ايه متين مليون ايه ده ايه اللي احنا فيه ايه اللي احنا فيها جماعة تحف ايه من عندي عندي علي فكرة هم بييجوا يشتروا من هنا مفيش معظم الاجانب بيجي اخد تحف من مصر واشقائنا العرب بياخدوا من مصر والمصرين بياخد من هنا وانا اروح برعه عشان اجيبتو ما اللي عندي ده ايه احلى تحف موجوده في مصر واخلى تحف موجوده في مصر هتقول للقطعة فلا يانية موجوده هتلاقيها الثورت كمان عشان ايه هيحصل ايه يعني لو ما جبتهاش يعني حصل حاجة واما جبتها اتصورت جنبها وبقت هي دي اغلى قطعة في العالم يعني طلع بيها غلاف المجل تبنيش عارف نيوزويك مثلا وجنبك قطعة الطعفة دي اللي باعشرة مليون دولار ايه ولا حاجة قعدة في البيت كده مرمي ايه يعني حصل حاجة يعني طبعا الناس هتقولك احمد بتكلم كلام ايه و ايه اللي بيقوله ده ايه يا جماعة انا بتكلم عشان البلد والله العظيم ما هو انت النهاردة بيتك لو كل واحد وفر شوية هنبني البلد البلد هتبني ازاي يعني نعمل ده نبطل شوية وشغل الناس اه شغل الناس واحنا بنعمل ده عشان الناس نشتغل بس انا بقول نقفل شوية عشان اشغل شباب بقى شغل مصانع بيبقاش عندي ناس عطلة كتير شوفوا دول ممكن يعملوا قدي شوفوا كم مصنع هنا وكم شركة وكم حد ممكن يشتغل واعمل ده شوفوا الارقام دي لو عملتها في مصر توفر لأديه فرص عمل تخيل الارقام دي انا بتكلم على 200 مليار تقريبا والرقم بيبقى اكبر من كده بكتير يبقى بتاعنا يبقى جوبة بلدي مش بيدفعوا البرة هنا يبقى 200 مليار دخلة جيوب الناس وشركات والصحاب العمل والموظفين والعمال دخلة 200 مليار بدل مصرفها موجودة عندي هنا يبقى انا استفدت والناس استفادت وعملنا حاجة للناس كويسة هرجو مجلس نواب من اولوياتهم يشوفوا الكلام ده لانه ده مهم للغاية والحكومة لازم تنظر في هذا الامر جيدا سيبك من القرارات اللي بتطلع بطلوا تستورد لا الناس بتستورد بطلوا تجيب مش عارف ايه وتغيروا الناس بتغير ولا حد بيسمع الكلام ولا حد بيسمع الكلام الناس بتعمل هي في دماغها النهاردة ما ييجي اي مسئول في اي حتة عنده مكتب لسه طاقمي جديد اوي ارمينا هات طاقمي عشان يقولك ده وشه فقر غيروه ايه بتاع ده نحس هات واحد جديد جديد ايه وقديم ايه ما يعني ما تقعد هو انت هتقعد فيها مدى الحياة اقعد اعمل الموجود ان نروح نشتري تاني وغير العربية دي هات عربية تانية مش عارف ايه ايه والله انا بتكلمكوا على حاجات معروفة يعني هات عربية تبقى حتة مديونة مسئول عليها ديون وروح اجيب احدث عربية مش عارف بتمنها كم وانت اصلا مديون وروح اجيب عربية حديثة يا سيديب عندك عربية كويسة هو محتاجة ايه يعني العربية يعني بتبشي وتوصل لك مشوار وظريفة ولطيفة وخلاص وما نضي خلق ايه تاني يعني هتطير بياها يعني هتدخل تسبق هي دي اذا احنا عايزين نمشي اهو نعمل ده بس مغير ما حد يزعل ولا حد داي انا بتكلم اللي يرضيه ضميري واللي في مصحة البلد بصراحة ترجمة نانسي قنقر